وزارة المياه والري تكشف عن أضخم المشاريع المائية لتزويد المياه في تاريخ الأردن مشروع النقل الوطني للمياه يرى النور الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى منه تم بالشراكة بين وزارة المياه والوكالة الأمريكية للتنمية هذا المشروع انطلاق مشروع النقل الوطني والتحلية في العقب هذا المشروع مهم جدا لقطاع المياه في الأردن لأن هذا الحل الأمثل والحل الأصح والموجود في قطاع المياه لحل مشكلة المياه تعرف أننا نعاني مشكلة المياه شديدة جدا ونقص عالي جدا فهذا واحد من الحلول الموجودة لحل مشكلة المياه المرحلة الأورى ستكون 130 مليون متر مكعب والمراحل البعضية سيرتفى إلى حوالي 350-400 مليون متر مكعب فهنا هذه المرحلة الأولى اليوم حضرين كل الوطائق العطاء بمساعدة الدول المانحة والدول الصديقة اللي بتدعم وطبعا هذا المشروع الأردني 100% حطنا بديل لمشروع ناقل البحرين وإحنا إن شاء الله الحكومة الأردنية بدعم جلالة سيدنا رح نمشي بهذا المشروع مشكلة المياه في الأردن دفعت الحكومة للبحث عن حلول سريعة في ظل ارتفاع نسب الفاقد من المياه أما الإنذار الكبير أمام الحكومة يتمثل بأن الأردن من أفقر دول العالم مائيا في ظل اقتراب فصل الصيف التكلفة عم نحكي بين مليار ونص إلى اثنين مليار فهلا لما تنزل العروض بنقدر نحدد بالضبط شو رح يكون التكلفة احنا بالنسبة لنا في قطاع المياه بنقدرش نتأخر أو نستنى أكثر من هيك لازم نمشي بهذا المشروع يعني بدو يجي ناقل البحرين أو ما بدو يجي احنا بنقدرش نستنى أكثر من هيك بتعرف أول مرة وقعنا سنة 2005 تحت مضلة البنك الدولي مع الأخوة الفلسطينيين ومع إسرائيل بس ما صار إشي من 2005 إلى هسا معناته ما رح يصير إشي صار لخمسة عشر سنة يعني الأمور معلقة فما رح يعني واضح أنه ما فيش إشي يتكون المشروع من نظام نقل مياه البحر ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي مناطق ومحافظات المملكة